اشتركوا في القناة ومع أن نجدد التحية عبر ندوات ملتقى الفكر الإسلامي في هذا الشهر الفضيل في رمضان شهر القرآن شهر المحبة والتراحم بين الناس هؤلاء الناس الذين يتمنون من كل قلوبهم أن يكون القرآن الكريم هو الحياة التي يحيون في ظلالها في القرآن الكريم يتمنى الإنسان لو يدرك أن تلك المعاني التي يمر عليها ويقرأها إنما هي معاني راسخة في نفوس البشر أجمعين لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يمر رمضان دون أن تكون المنظومة القيمية للإنسان أفضل كثيرا مما هي عليه الآن ونحن نعيش مع هذه القيمة الكبيرة قيمة التواضع هذا الخلق الذي كان خلق الأنبياء والأولياء والصالحين ويعرف العلماء الحقيقيون بتواضعهم عبر مر العصور والسنين حول قيمة التواضع وما يجب على الإنسان والمسلم أن يكون عليها نعيش في هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي وفيها نرحب بضيوفنا الكرام بفضيلة الدكتور عمر الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية أهلا وسهلا فضلت الدكتور عمر سعد أبوت فضلتك معنا ونرحب بفضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عامل شؤون المساجد بوزارة الأوقاف ومن علماء وزارة الأوقاف أهلا وسهلا فضلت الدكتور أسامة سعد أبوت فضلتك معنا فضلت الدكتور عمر الكمار يعني هذه القيمة الكبيرة قيمة التواضع التي ورثناها عن أنبيائنا وأوليائنا والصالحين وهي أيضا قيمة في الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم من أين نجذر لتلك القيمة عبر سنوات وعصور مضت مرورا بما كيف يمكن عليه أن يكون الإنسان والمسلم في هذه الأيام مع إشارتكم إلى اختلال هذه القيمة في السنوات الأخيرة بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما شاء الله كان وما لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى من السمات المميزة للمسلم في الواقع التواضع خلق التواضع هذا من العلامات الفارقة بين المسلم وغير المسلم أو كل بين المؤمن وغيره التواضع في الواقع هو ترك الترفع على خلق الله عز وجل وعدم الرغبة في شيوع الذكر أو كل تفضيل الخمول سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه أشار بقوله وبفعله لهذا الخلق العظيم الجميل الخلق الذي هو في حسن عشرة وفي حسن ألفة وفي حسن تعايش مع الآخرين رسول الله أولا بفعله صلى الله وسلم وبرك عليه تقول السيد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان في خدمة أهله صلى الله وسلم وبرك عليه في الواقع أي إنسان ترأس أو ولي ولاية بيكون من كثرة المشاغل لا يقوم بأمر نفسه غالبا يحتاج من يساعده من يغدمه ومع ذلك رسول الله في بيته تقول السيد عائشة كان في خدمة أهله هذه الخدمة جاءت مفصلة في بعض الروايات تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع دلوة ويخشف نعله ويرقع ثوبة وفي لفظ آخر كان يفلي ثوبه وكان صلى الله عليه وسلم الأمور البيتية في لفظ ورد كان يقوم بيته على كل هذه الألفاظ لما تتأمل فيها تجد السيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع دلوة رفع الدلوة المقصود به جلب الماء وقديما لم يكن عندهم إنك تدخل في دورة الماء تجد سنبور الماء تفتحه وينزل لك ماء ما كانش هذا موجود كان من أراد الماء ذهب فجلب الماء يرفع دلوه يعني يأخذ الوعاء ويذهب للبئر فيأتي بالماء وهذا طبعا عمل فكان سيد النبي يجلب لنفسه الماء صلى الله عليه وسلم وبرك عليه كان رسول الله يرقع ثوبه يعني يأتي بالثوب وينظر فيه خرق هل فيه شيء ويخيطه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه كان سيد النبي وهو رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم وكان يعني على عظمه وهو أفضل الأولين والآخرين كان يخصف نعله يعني برضو النعل إن أصابه وها أو أصابه ضعف على هذا التواضع الجم رسول الله في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم وبرك عليه والعجب في هذا بداية من أمور لعل من أهمها أن رسول الله كان عنده ومنهي من خصائص سيد النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص رسول الله أنه عنده تسع زوجات في وقت واحد تخيل الرجل إذا كان عنده زوجة وأهملت بعض الإهمال في بعض النواحي تجد قامت قيامته وكأن يعني الدنيا انهدمت ولم تقم بعد ذلك ولكن رسول الله على كثرة الزوجات فكان يقوم بهذا هذا بنفسه أضف لذلك كان العادة النساء كان في تنافس فلو أنه طالبا من إحداهن لسرعت على ما هو موجود بين النساء بالفطرة من حب التودد والتقرب للزوج فهو مع إنهم تسع وإنهم يتمنوا الخدمة رضي الله تعالى عنهن جميعا ومع ذلك رسول الله يقوم هذا بنفسه سيدنا رسول الله لم يكن يعني زي بنقول يعني لم يكن عنده وقت فراغ ولا حاجة إطلاقا ده كان قائم بأعباء النبوة وبأعباء الدولة وبأعباء يعني إن سنلقي عليك قولا ثقيلة يعني أمور عظيمة ومع ذلك سيدنا النبي ببيته على هذا النحو صلى الله وسلم وبارك عليه مشهد آخر في هذا الباب سيدنا أنس يقول خدمت رسول الله عشر سنين أنس بن مالك قادم الرسول وهو أتت به أمه أم سليم تأن أم سليم سيدنا أنس كان يتيم وكانت فقيرة وابنها فقير فلما أتى الأنصار لسيدنا النبي بيحب يعني يقدم له هدايا أو شيء فهي لم تجد غير ابنها فأثت به رسول الله ويعني فعلت جميلا بأنس بن مالك رفعه في المقام الصف الأول من أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنه بهذا الفعل الفطر الطيب من أم سليم أتت بأنس لسيدنا النبي قالت هذا ابن أنيس يخدمك فقبله رسول الله سيدنا أنس كان عنده عشر سنين عمره وتوفي رسول الله وله عشرين سنة يقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط أف إظهار التأفف أو الضجر أو الضيق أو عدم الرضا قط وما قال لشيء تركته لما تركته ولا لشيء لما تركته ولا لشيء فعلته لما فعل هذا الحديث من سيدنا رسول الله يكاد يصل لحد الإعجاز لا تستطيع أن تجد إنسان ملازم لإنسان وبعدين في أعلى وفي أدنى يعني رسول الله هو والأعلى وأنس خادمه عشر سنين في العشرة والمعاملة ولم يصدر موقف واحد تأفف أو ضجر أو عدم قبول هذا كما قلت فيه يعني نوع من الإعجاز في عشر السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خلقه ولكن هو أيضا يعلمنا التواضع مع الخادم التواضع مع الموظف الذي تلي أمره التواضع مع من هم دونك ولتعلم أن التواضع في الواقع لابد له من أمرين لكي يعرف لابد لي خلق التواضع من أمرين لكي يعرف أنك متواضع أو غير متواضع الأمر الأول أن تجد ما تتكبر به أن تجد ما تتكبر به يعني مثلا لو تكلمنا عن الزهد وضربنا مثلا للزهد في إنسان مملق لا يجد درهم مدين والدنيا عنده ناس الله سيطرة والسلام وبعدين تقول لي ده هو زاهد في الدنيا طب هو وجد دنيا وبطر بها أو وجد دنيا واغتنى بها ده هو أصلا مملق فلا يعرف الزهد إلا عن جدة لا يعرف الزهد إلا عن غنى وسعة كذلك التواضع لا يعرف إلا أن يكون عندك ما تتكبر به فتؤثر التواضع فلو أن إنسان فلو أن إنسان معدوم معدوم ماديا معدوم اجتماعيا معدوم يعني من ناحية الحسب والنسب ما فيش خالص وبعدين هو مستكين طبعا التواضع في القلب والتواضع محمود معه أيضا لكن ليس عنده شيء يتواضع فيه في الواقع لكن سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه أنا عوز أقول أن تواضع سيدنا النبي جاي في القمة وفي الظروة هو أفضل خلق الله عز وجل هو الرسول الخاتم هو رئيس الدولة والمنظم لأمورها والمسير لشؤونها ويتعامل مع خادم خادم ولد صغير خادم وطبعا الولد عنده عشرة سي ربما أخطأ ربما نيسي ربما ألف احتمال ومع ذلك رسول الله لم يؤثر ولم يتذكر أنس موقفا واحدا سيدنا النبي انتهره ولا سيدنا النبي غضب منه ولا سيدنا النبي عنفه صلى الله وسلم وبارك عليه فالتواضع من فعل سيدنا النبي يعني هذا مضرب المثل وينبغي أن يتأثر برسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ثانيا سيدنا النبي في قوله سيدنا النبي فعل التواضع وجه به وأوصى به صلى الله وسلم وبارك عليه فيقول مثلا من تواضع لله رفعه وفي لفظ استعمل الإشارة قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا من تواضع لله رفعه يعني بين الناس وبين الخلق من تواضع من تذلل لهم أو من خفض جناحه لهم من لم يتذكر فضائله عليهم بل هو تواضع وخشع وتذلل وتعامل بالمعروف وبالإحسان كانت العاقبة أن الله عز وجل يرفعه بين خلقه وعنده في الآخرة سبحانه وتعالى ومن تكبر على الله ذل في الواقع المتكبر يريد أن يكسب مكانه يريد أن يعلو المتكبر يريد أن يذكر فيعاقب بنقيد القصد إنت تريد أن تترفع وأن تعز فستكون الزل هي العاقب ومن تكبر على الله ومن تكبر على الله ذل في الحديث الآخر يقول صلى الله وسلم مبارك عليه إن لكل عبد ملكا إن لكل عبد أوكل الله عز وجل بكل عبد ملكا بيده حكمة والحكمة هي ما تجعل في رأس البعير يتحكم فيها سائق البعير يتحكم في البعير عن طريق يعني خشب بها حبل توضع في رأس البعير فإذا أراد أن يسيره سيره إذا أراد أن يقعده أقعده فالابن آدم كذلك في رأسه حكمة وهي بيد ملك فإن تواضع رفع رأسه يعني الملك وإن تكبر خفض رأسه يعني كإن المعنى إذا طلبت التواضع رفعك الله عز وجل بفضله والعون من عنده وإن تكبرت أو تجبرت فالخفض من الله عز وجل مهما أتيت ما أتيت التواضع في الواقع ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ذكر من أوائل هذه الصفات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام في ثلاث عشر صفة لعباد الرحمن أول صفة أنهم أناس يمشون على الأرض هونة يعني برفق لا يعني ما فيش تجبر ما فيش يطأ الأرض بقوة أنا فلان ابن فلان شغال فلان ابن فلان ما فيش هم يمشون هونة في الواقع هذه الصفة لعباد الرحمن وطبعا مقصود بعباد الرحمن هنا في البداية هم الصفوة من خلق الله عز وجل المقبولين الصفوة المقبولة من خلق الله عز وجل يجب أن ننظر لها في آخر في آخر سورة الفرقان في صفات متوالية ينظر العبد إن كانت عنده فليستمر على ما هو فيه وإن لم تكن ساعة في تحصيلها وجد في ذلك أول صفة أنهم متواضعون فلا يستقيم الكبر مع العبودية لله عز وجل لا يستقيم الكبر ولا يستقيم الترفع على الناس ولا يستقيم حب المنزلة وحب السلطة وحب السيادة وحب الشهرة بين الناس لا يستقيم هذا مع العبودية وعباد الرحمن الذين اختصهم بأنهم عباد لا يستقيم أن يكون متكبرا حتى قال بعض السلف ما صدق الله عبدا أحب الشهرة ما صدق الله عبدا يعني لم يصدق في إيمانه وفي تودهه لله عز وجل إن أحب أن يذكر ويقال فلان يفعل كذا وفلان كذا وأحب أن يذكر ما صدق الله عبدا أحب الشهرة الإمام الشافعي في هذا المعنى نفس المعنى هذا رضي الله تعالى عنه وأرضى يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينقل إلي أو قال ولم ينسب إلي حرف يعني ما يضر لناس أولوا الشفعي قال الشفعي ما يهموش الشفعي المهم أن تتعلم هذا ولم يذكر رضي الله تعالى عنه وأرضى تمنيت أو وذدت لو أن الناس أخذوا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف رضي الله تعالى عنه وأرضى فعباد الرحمن الشفعي الأولى أنهم يمشون على الأرض هوناء ولعلك يعني تلحظ أو تحاول أن تفكر لما كانت أول سمت هؤلاء الطائفة الناجية بحوله عز وجل أنهم متواضعون في الواقع التواضع لأنه كما ذكرت في البداية هو عنده ما يتكبر به لكنه آثر التواضع طب لما آثر التواضع في الواقع التواضع من سمرات الإيمان من حيثية معينة ألا وهي أن الرجل اكتفى بعلم الله وبجزاء الله عن إغبار الغير أو حسن سنائهم أو جزائهم كأن المعنى مثلا إنسان غني صاحب أموال وهو صاحب خير ويفعل 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 هو عند عقيدة أن ما قدم من خير الله عز وجل يعلمه وسيجزيع عليه خيرا بإذن الله فالمؤمن القوي يكتفي بالعلم الله وبجزاء الله ومش عاوز حاجة من الناس ولا عاوز حد يقول عنه ولا عاوز حد يعطي له حاجة الإنسان كلما خف كلما خف إيمانه راغب أن يعرف بما فيه الحسن البصر له كلمة في هذا مهمة جدا في أن الإنسان إذا خف إيمانه يحب جدا يقول لك أنا صفتي كذا وبعمل كذا وشغال كذا وفعلت كذا وحجيت واعتمرته صدقته أنفقته بنأكل الناس حريص جدا لإخفة إيمانه ولو قوي هذا عنده لعلم ربنا عارف وهي يجازيك إن شاء الله خير إذا كانت النية خالصة وتكتفي ولن تعاوز إيمي الناس يعني مش ربنا اللي يجازي سبحانه وتعالى فلما حارص أن يذكر ذلك أنه في مشكلة في الإخلاص عنده في مشكلة في الإيمان عنده للحسن البصري يقول ما رأيت شيئا من الصبر أشد من رجل يجد في نفسه خيرا لا يعلمه الناس إنسان عنده مزية ومحدش عرفها تجد يتحين نفسه يقول مثلا إنه هو واخذ الزمالة البريطانية بس يحاوز فرصة يقولها بس يعني بأجل أن يعلم الناس أنه هو عالي القدر في هذا الباب عنده مثلا عامل ما شاء الله مثلا مركز لإطعام الطعام وكساء العراية مثلا فنفسه يقول لك بس يحتاج مدخل يقول لك لأنه عنده خير ولو أنه اكتفى بعلم الله وبالطلاع الله لا تواضع وسكت سواء التواضع بعمل الصالح سواء التواضع بماله سواء التواضع بمنصبه أيا كان صفة ما أتي من خير يعني إذا خف إيمانه مرة أخرى يبقى حريص جدا يعرف الناس ما هو حضرتك يعني دلوقتي إذا كنت بأعمل الله سبحانه وتأنت تعمل الله في أي قضية ليكن في إنفاق نفق في تعليم علم في أي شيء ما يهمك والناس يعني أنت هل سفد أي من الناس أن يكونوا فلان عالم فلان قال فسيدنا عندك حديث بتاع سيدنا رسول الله في أول من تسعر به من نار رجل أنفق ماله في سبيل الله ورجل قاتل حتى قتل ورجل علم الناس العلم فيبعثه الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها يعدد عليه نعم لا تعد ولا تحص آه يا رب أنت أعطتني وفعلت به كذا وكذا فيقول فما فعلت فيها الأول يقول له تعلمت العلم وعلمته فيك فيقول جل وعلا وهو العالم الخبير يقول كذبت بل تعلمت وعلمت اللي يقال عالم وقد قيل لما أنت منتظر ناس تقول آه ألت لك خدت جزائك لكن لو القضية أبعد من هذا وعنده إيمان راسخ وينتظر الجزاء من الله فهو ما ينتظرش إنهم يقولوا عالم أو ما يقولوش عالم هو يعمل هي القضية في الواقع يا أستاذنا الفاضل هي قضية إيمانية والتوضع فرع عنها والتوضع في كل المجالات يعني مثلا أو كل شيء من تكبر بماله لماذا تكبر في الواقع هو الإنسان يقول لها حتى قال بعض السلف أن الرجل إذا نزل من دبته انطبع عليه حجمها يعني مثلا طبعا زبان كان دوايا بخيل وبغال وكذا لكن دلوقتي أصبحت سيارات تجد الرجل اللي نزل من سيارة فارهة ينزل ومشيته بتعكس السيارة اللي كان ركبها راجل تاني عربي على أده كده بتاع فينزل ويتركنا في حتة ويأتي متواضعا تنعكس عليه طيب هو ليه صاحب السيارة الفارهة نعكس عليه الأبهة والجبروت وداخل بقوة كده لأنه في الواقع غافل عن أن هذا الرزق لم يؤته لا برجحة عقله ولم يؤته بجد سعيه ولا بنباه التخطيط إنما أوتي فضلا من الله ونعم ولو هو اعتقد أنه من عند ربنا كان تقطع رأسه وعلم أن ما هو فيه إنما من الله وليس منه زكي ولا شاطر ولا إطلاقا يعني هو فضل الله عز وجل وإن كان زكيا شاطرا فالذي جعله زكيا والذي جعله ألمعيا والذي جعله هو الله عز وجل أيضا فهي في الأول وفي الآخر الأرزاق من الله عز وجل لحكم يعلمها فلو آمن بهذا ما تكبر بشيء وهي تكبر بإيه إذا كان الملنف من ربنا إذا كان إنسان حسن المصد ما هو من ربنا لكن إيه علامة فضلت الدكتور عمري من علامات أن الإيمان خف إيه نعم إذا حرص الإنسان على أول شيء إظهار ما عنده للناس دلك على عدم إخلاصه حرص الإنسان على أن تكبر ويبدي ما عنده من نعم دلك على رقة إيمانه لأنه لو عرف الحاجة دي من عند ربنا ما تكبر هل يمكن تكرر مقولة الحسن البصري مرة أخرى؟ الحسن البصري في قضية أن العبد يعني ما رأيته نوعا من الصبر أثقل من رجل يجد عنده خير ويصبر ألا يحدث به عنده مزية عنده شيء معين عنده شيء يمدح عليه سواء كان علميا أو ماديا أو في الحسب أو في النسب أنا ابني فلان أنا خريك فلاء فهو محتاج يقول ولكن إذا قوي الإيمان سكت لعلم الله عز وجل واكتفى بعلم الله سبحانه وتعالى لو أخذنا أستاذنا الفاضل في الجانب الآخر من التواضع ربنا يحفظنا جمعنا الكبر عفان الله الكبر خلق يعني من أخلاق الهالكين والله عز وجل لا يقبل معه عمل وسيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه علمنا أن الكبر يورث غمط الناس ورد الحق سيدنا النبي يقول في الحديث إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فقال رجل فأول حزر الحديث أوله سيدنا النبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر من كبر في قلبه فالرجل قال يا رسول الله الرجل فينا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة يعني الرجل مفطور مفطور إنه هو يكون حسن المظهر وكأن السائل فهم من كلام سيدنا النبي إن الإنسان إذا كان حسن في ثيابه وفي نعله وفي مركبه إذا كان يعني أخذ بفضل الله وبزينة الله وبنعمة الله وأظهرها على نفسه فيه من الممكن يكون دا كبر فقال يا رسول الله إذا كان المتكبر لن يدخل الجنة فالواحد فينا يحب يكون عنده يعني سعة في الملبس وفي المأكل وفي المركب فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعكس دا هو سيدنا دا ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثر فضله على عبيده الإنسان الذي هو عنده فضله ويدعي الفقر داخله في السنة وإنسان جاحد سيدنا الرسول قال له إن الله جيميل يحب الجماد في الواقع ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى هذا من عبده ولكن الكبراء بطر الحق وغمط الناس أهم ناتجان للكبر أنه يدفع صاحبه على عدم قبول الحق بطره يعني دفع الحق وعدم قبول الإنسان إذا كان متكبر بمنصب أو بجاه أو بمال فاختصمت معه هل تتوقع إذا كان متكبر أقول وليس إنسانا عادي هو متكبر بهذه الأمور هل تتوقع أنك إذا اختصمت معه وكان هو مخطئ هل تتوقع أن يقول لك أنا مخطئ يعني سامحني إطلاقا هو سيدفع الحق فمن آثار استعظام النعمة والغفل عن المنعم من آثارها أنك لا تقبل حقا من أحد غمط الناس يعني احتقارهم أن ترى أنك فوقهم وإذا مقلت في البداية هو ذاه في الواقع قصور نظر هو لما كان عنده وظيفة شايف إن الوظيفة قد بزكاءه وليس من فضل الله عز وجل لما كان عنده مال شايف إنه العلم ورثه كابرا عن كابر من أسلاف أماجد وليس من عند الله عز وجل فلقصور نظره أنه يزدر الناس وأنه أعلى منهم سواء ماديا أو سواء علميا أو سواء في الحسب والناسب أو في المكانة الاجتماعية فغمط الناس من أهم المصائب التي تورثها أو يورثها الكبر بطر الحق وغمط الناس العاقبة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر نسو الله ستر والسلامة والعافية في الحديث الآخر سيدنا الرسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه يروي عن ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يقول العظمة إزاري والكبر يا أريداء فمن نازعني فيهما ألقيته في النار العظمة لا تكون إلا لواجب الوجود سبحانه وتعالى وليس لأحد إلا لواجب الوجود كل واحد فينا لو أصيب ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء وعن العباد وعن العالم أجمعين يرفع عنا ما حل بنا من بلاء تجد الواحد قد يكون في منتهى القوة والعنفوان وإذا به يومين وفي الثالث تجده قد فرق الحياة فالإنسان مهما بلغ لا ينبغي أبدا أن يتزيأ أو يتحلى أو يتصربل بزي العظمة لهذه ليست إلا لله فما بك من عافية فمن الله ما بك من نعمة فمن الله ما بك من مال وبصحة وأولاد وكذا إنما هي من الله فلو أنزلها منزلها للهج ذكرا وشكرا لله وإن تعد نعمة الله لا تحصوه سيدنا يروى عن سيدنا داود أنه قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى توجب الشكر يعني كونك بتقول الحمد لله هذه نعمة الحمد لله شكر لكن أن وفقت لها أن قلت أنت الحمد لله كونك ربنا كرمك ودخلت المسجد تصلي هذه نعمة أيضا توجب الشكر يعني الصلاة شكر وكونك وفقت للصلاة شكر فكأن العبد إذا استعظم أن الفضل بيد الله إن شغل بشكر الله وحصل عنده إدراك كم فضل الله عظيم وكم هو مقصر فنفيش داعي الكبر أبدا نفيش داعي إطلاقا للكبر بل بالعكس الإنسان يجب أن يستحضر يعني إذا غلبه الكبر يستحضر أمور لعل من أهم هذه الأمور أن يدرك سبب الكبر ويتأكد أنه من عند ربنا أنا بتكبر ليه؟ بعلم طب ربنا ممكن أن أمعتوه في الشارع طب أتكبر لي بمال ممكن أن أكون مفلس وأتكفى في الناس لماذا أتكبر؟ فلو أيقن أن ما يتكبر به من الله لا تواضع الأمر الثاني سيدنا النبي ضرب مثل في هذا في بعض الأحاديث أنه بزق على يديه صلى الله وسلم وبرك عليه ثم وضع أصبعه عليه وقال يقول الله جل وعلا يابن آدم يعني في حديث القدسي يابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا يعني أنت يعني الواقع أننا ضعاف جدا من ماء مهين بسطاء جدا ما فيش داعي أبدا أن يعلو إنسان على إنسان ولا أن تتجبر إنسان على إنسان فالله الموعد يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فضلتك دكتور عمج وصف إنسان مسام بالعظيم أحيانا من قبيل أنه صاحب مكانة علمية أو أدبية أو ما غير ذلك فيقول العظيم فلان هل في هذا يعني خطأ ما هو أئمة الأكارم رحمه الله رحمة واسعة لهم في هذا عبارات مأثورة توافقوا عليها ما فيش من ضمنها العظيم إطلاقا لأنه من أسماء الله الحسن العظيم ولا يجوز أن يوسم به أحد إلا بلفظ العبد يعني يكون على صغة العبودية للعبد العظيم نعم لكن إنسان عالم نقول العالم الرباني إنسان كبير نقول الإمام فلان المحدس فلان لكن عظيم العظمة لله الأذيب الفلان الشاعر لكن نعم لكن العظيم العظيم في إيه يعني وما أتيت من العلم إلا قليلا حتى لو أنت نظرت في كتب السلف لا تجد هذا لفظ ألسق بإمام يعني إجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعني هل وجدت مثلا الإمام العظيم الشافعي إطلاقا لغير موجودة هما ربما في الوصول الأخيرة هذه يعني السنوات القليلة الأخيرة أيه ربنا يعفينا يعني غلب علينا بعض برضو يعني الكبر أو كل نوع من الجهل أيضا عشان إذا أصف إنسان بالعظمة هذا قصور من الوصف لا شك في هذا الكون على قدر كبير من العلم في عندنا مصالحات يعني موروثة عن السلف كلهم في بابه في الفقه بنقول إمام فلان في الحديث بنقول المحدث فلان في التفسير وهكذا نعم ونثني عليهم وندعو لهم وهم ناس مخلصين وأريد أن أقول هنا كلمة مهمة جدا منذ عصور التأليف الأولى في القرن الأول لهجر يعني أول التدوين ما بدأ في الإسلام بدأ من أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنة ومتوفى 101 هجرية إلى وقت الناس هذا 1442 يعني قرابة أكثر من 13 قرب من الزمان خدم الإسلام وكتب في الإسلام جيوش من الأئمة جيوش بنفس اللفظ كده في كل عصر مئات الألاف وخدم الإسلام ما يخرج عن الحصر من باقي تراثهم إلى الآن في الواقع قد يكون عشر معشار ما كتب من باقي سواء بقى بعوامل الزمن سواء القديمة لم يكن هناك طباعة ولا منما نوسخ يدوية فالكتاب الواحد على عظم قدري تجلو نسخة أو اثنين في الدنيا كله فإذا أصابها تلف أو حروب الصالبيين أو حروب التطار أهلكت جمعا غفيرة من هذا التراث الكبير أريد أن أقول خدم الإسلام ألاف أو كل مئات الألاف من العلماء من بأبقى الله عز وجل ذكرهم إلى الآن هم عشر أو أقل لا ما فيش نسبة مأوية أنا لا أعلم لكن نسبة قليلة بالنسبة لما كتب وما ترك قليل من تثير من تركهم الله أبقاهم ليس مجرد العلم فقط الناس ذلك لهم أحوال من الله وصال طبعا قضية ليس مجرد أن يكون عالم ويكتب كتاب هو عالم يكتب كتاب دعم هذا لابد أن يكون موجود باقي إلى الآن مئات السنين ويدرس ويقرأ ويفهم ولكن هو كان له محال مع الله في الإخلاص وفي طلب ما عند الله حتى ربنا يبقي ذكره للعالمين ديت لم تكن هذه من نتاج علمي فقط إنما نتاج علمي وديني لذلك هو عندنا في علماء الحديث يجعلوا العلم أو ما يقبل به الراوي ناحيتين ويقبل في الرواية أمرين ديانة وعلم إذا كان عالما وعنده خلل في الديانة يقول عنه فاسق ملوش لازم علمي بتاع طب عنده ديانة كبيرة جدا لكن عنده يعني غفلة في العلم برضو لابد الاتنين مع بعض أن يكون على الدرجة الأولى في التحصيل العلمي وأن يكون على مثلها في الناحية الدينية لله سبحانه وتعالى فهم الأكابر دول والأفاضل دول من أولياء الله الصالحين نحسبهم كذلك لم يكونوا أبدا ليسمي أحدهم نفسه أنه عظيم أو واحد يقول عن شيخ العظيم الفلاني فليس هذا موجود يعني بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عمر الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية وإن شاء الله يكون لنا رجوع مع فضيلة الدكتور عمر بعد كلمة فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي من علماء وزارة الأوقاف عن التواضع في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه واستكمالا لهذا الحديث الرائع عن قيمة التواضع أبدأ بهذه المقولة والتي أرجو أن تترسخ في نفوس المشاهدين الكرام إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة غالب الناس يظن أن المرافقة تكون للأكساد وتكون للأشخاص والأصدقاء وانتهى الأمر إلا أن هناك مرافقة أسمى وأرقى وهي التي تكون مع المعاني والقيم النبيلة والأخلاق والسجايا ومن هنا جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الرسالة اختار لها الأخلاق كما نحفظ عن سيدنا رسول الله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق والناظر المدقق في جملة أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي وردت عن الأخلاق عموما يدرك أن هذه الأخلاق باب الرئيس لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا وباب الرئيس لأن نكون أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بنص كلام سيدنا رسول الله بل إن الناظر المدقق أيضا في هذا أو في هذه الأحاديث الشريفة الكريمة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أن صاحب الأخلاق ومن رافق الأخلاق هذه الأخلاق تثقل موازينه يوم القيامة وسوف نكون أحوج ما نكون في الذي يثقل موازيننا يوم القيامة إذن أحببت أن أبدأ الكلام عن هذه القيمة بأنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة وعلينا أن نرافق هذه القيمة النبيلة لن أقف كثيرا مع هذه القيمة من خلال يعني كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زمينه الكريم الدكتور عمر يعني ما شاء الله أسس لذلك وأصل له وذكر الكثير من الآيات والأحاديث النبوية المشرفة إلا أنني أود أن أقف مع شيء من فلسفة التواضع في الإسلام الطاقة التي تحرك كل إنسان نحو صناعة الجمال والخير التواضع الطاقة التي تحرك الإنسان نحو البناء والحضارة والعمران لعل المشاهد الآن سيحاول معي ربط هذه القيمة بما نقوله يعني ما علاقة التواضع بصناعة الخير وصناعة الجمال ما علاقة التواضع بالبناء والحضارة والعمران الله سبحانه وتعالى وهب كل إنسان منا مجموعة من الطاقات والقدرات والإمكانات والمواهب وهي تتفاوت من إنسان إلى آخر ربما يكون الإنسان يعني يمتلك موهبة ما أو طاقة وقدرة ونفوذا في شيء ما الأصل هنا أن يتواضع بما وهبه الله إياه يعني أنت تواضع بالطاقات اللي عندها حضرتك أو القدرات أو الإمكانات أو النفوذ أيما كان النعمة لربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك لأنك إن تواضعت بها حققت ما نستطيع أن نسميه بالجسد الواحد إيه الجسد الواحد؟ نحن نعيش في هذه الأغلفة ده اسمه غلاف جسدي غلاف جسدي يعني الصورة بتاعتنا دي كده غلاف جسدي أعرف كل إنسان من خلال شكله وإلى غير ذلك إن جاوزت بحدود بصري هذا الغلاف الجسدي دخلت جوه الجسم بقى هذا الجسد يتكون من مجموعة من الأعضاء والجوارح إلى غير ذلك السؤال هل هذه الأعضاء متساوية في الطول؟ هل هذه الأعضاء متساوية في الحاجة؟ هل هذه الأعضاء متساوية في الوظيفة؟ يعني حاول كده حضرتك تستدعي مجموعة من الأسئلة واسأل ستجد أن الإجابة الإجابة اللي هتلاقيها دايما لا مش هتلاقي إيه؟ نعم مع كل هذا الاختلاف الواضح والبين إلا أنها اتفقت وانسجمت وتكاملت وكونت جسدا إيه؟ جسدا واحدا المعنى ده عايزين نحققه بنا وبن بعض فده عنده طاقة ده عنده قدرة ده عنده إمكانية ده عنده موهبة ده عنده نفوز ده عنده كذا عنده كذا ده عنده مال ده عنده إلى غير ذلك من الأمور لو أننا تكاملنا فيما بيننا هنحقق الإيه؟ الجسد الواحد الجسد الواحد ده هو الطريق الأصيل للبناء هو الطريق الأصيل للتنمية هو الطريق الأصيل للعمران اللي نحن نتكلم عنه فإنسان وهبه الله طاقة تواضع بهذه الطاقة في أن تساعد بها غيره إنسان وهبه الله قدرة وإمكانية تواضع بها لأن تعين بها من فقد هذه القدرة والإمكانية إنسان وهبه الله نفوز حاول أن تتواضع بهذا النفوز في أن تحقق الحق وأن تقف أمام الظلم هو ده المعنى اللي إحنا عايزين فمش عايزين نحصر التواضع في جانب ونهم الجوانب كثيرة تتعلق بمفهوم التواضع إذن التواضع باب الرئيس للبناء والتنمية والعمران من خلال تحقيق الجسد الواحد أيضاً التواضع باب أصيل لصناعة الخير والجمال إزاي؟ حضرتك عندك مال وفير وفيه إنسان فقير زي ما الدكتور عمر أشار كده طيب، إنت يترى بقى هتتعامل بالملدى ازاي؟ هتتكبر به على الناس؟ ولا هتصنع به شرور ومفاسد؟ ولا ستنظر إلى حالك وحل من تعول وفقد وانتهى الأمر؟ ولا عندك قيمة اسمها قيمة التعاون وقيمة اسمها قيمة الألفة وقيمة اسمها قيمة التدافع وقيمة اسمها قيمة الحلم وإن أنت تساعد الفقير وتعين الضعيف وغير ذلك هو ده اسم التواضع اسم أن تتواضع بهذا أو بهذه المنحة التي وهبها الله عز وجل إن توضعت بها أخمتت أمرا عند الفقير بعض الفقراء مشكلهم إيه هي بقى؟ ما هو؟ حقت؟ صح ولا إيه؟ حسد؟ اشمعنا فلان ده بيت آل صح ولا لا؟ فخلي بالحضرتك التوازن هنا من قيمة إيه؟ من قيمة التواضع ده بنسميه إيه بقى؟ صناعة الجمال صناعة الخير ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم بقاعا ثلاثة بوصف واحد الجنة والمسجد الحرام ومصر قال عن الجنة أدخلوها بسلام آمن وقال عن المسجد الحرام نسأل الله أن يرزقنا الزيارة جميعا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن وقال عن مصر كما نحفظ على لسان سيدنا يوسف أدخلوا مصر إن شاء الله آمن والأمن هنا مفهوم الواسع أمن في كل المجالات الحياتية كيف نستطيع أن نحقق مفهوم الأمن بهذا المجال الأوسع روح لآيات الجنة ربنا سبحانه وتعالى إدان حيسيات تحقيق الأمن بعد أن قال أدخلوها بسلام آمنين أل بعدها على طلئه ونزعنا ما في صدورهم من غل يبقى من سبل تحقيق الأمن والاستقرار وما يعود عليها وما يعود عليها من الفرح وسرور وطمأنينة وأمن وغير ذلك تصفية النفوس من بواعس الحقد والكراهية والبغض والتحفز والتخوين الدائم وغير ذلك كثير يبقى خلي بالحضرتك يا من وهبك الله طاقة أو قدرة أو إمكانية أو مال أو نفوز أو إلى غير ذلك تواضع بها في أن تعين الضعيف وأن تساعد الفقير وغير ذلك فأنت بذلك تؤدي حق أمانة أعطاه الله لك وتأخذ عليها الأجر الوفير وتنزع من نفوس من ينظرون إلى الخير الذي عندك الحقد والكراهية والبغض فيحصل عملية تصفية النفوس ويبقى دباب للصناعة الخير والجمال نقطة ثالثة دكتور عم زامنون الكريم أشار إلى ثواب متعدد ووفير جاء في القرآن يعني منه أن من توضع لله رفعه وأن التواضع سبيل الرئيس لدخول الجنة لأن النبي قال لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فبالتالي طيب والنصوص الوردة كثيرة يتدرون على من تحرم عليه النار أو على كل هيين ليين سهل يبقى المتواضع يرفعه الله والمتواضع يحبه الله والمتواضع حقق أهليته للجنة صح ولا لا دي من سمية هدية هدية من الله عز وجل وهنا بقى المشاهد عايز ينتبه معي قليلا الهدية تكون بين طرفين والهدية تعبر عن قيم الحب والود والتقدير الهدية تكون من المهدي بناء على طاقاته وقدراته وإمكاناته صح ولا إيه وتكون بناء على إعزازه وإكرامه للمهد إليه وتكون الهدية بالنسبة للمهد إليه غالبا تشمل شيئا يحبه أو يرجوه أو يفكر فيه أو يدقر على قلبه الفرحة والسرور وده يرجع لزكاء المهدي إلى هدير الهدي لذلك تجد أول أمر ينفع له المهد إليه إلى هدير الهدية أنه يتعامل مع هذه الهدية معاملة قلبية يعني معاملة قلبية يعني يتعامل معها بالذوق والأنس تمام كده والفرح والسرور مطلوب من حضرتك لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وتسمع الآيات القرآنية المشرفة عموما وخاصة ونحن نتكلم الآن عن قيمة التواضع أن تدرك أن هذه هدية من الله عز وجل لك وأن تتعامل مع هذه الهدية معاملة قلبية وأن تنفعل لهذه الهدية بأن يكون انفعالك بالذوق والأنس وأن تتشوف إلى ما أودعه الله لك في هذه الهدية لأن الله أودع فيها المحبة من توضع لله أحبه الله ومن توضع لله رفعه الله وأودع فيها أيضا أهليتك أن تحقق أهليتك للجنة فعلينا أن نستقبل هذه الهدايا المنيرة بالذوق والأنس والمعاملة القلبية لا أن مجرد مرور أو مرور الكرام كما يقولون على مجموعة عظيمة جاءت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشرفة تخبر عن فضلي وقدري وثوابي قيمة التواضع فالتواضع باب الرئيس طاقة نحو صناعة الجمال طاقة نحو صناعة الخير طاقة أصيلة للبناء والتنمية والحضارة والعمران بما حققته هذه الفلسفة وغير ذلك كثير برك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الجندي على هذه الكلمة الطيبة والتي حملت أبعاداً فلسفية لهذه القيمة قيمة التواضع سؤال لفضيلة الدكتور عمر الكمار ربما قبل الختام بقليل يعني برضو الحديث ممتع حقيقة وطيب ومفيد لكن إسقاطاً على الواقع الآن لماذا يفهم الناس أن الرجل المتواضع ضعيف وأنه ليس بقوين كي يأخذ حقه الذي أصابه به الناس أو أصابه به غيره هل هذا خلل في المنظومة القيمية مثلاً أم ماذا يعني؟ بداية السؤال الجيد هو عندنا في الواقع الآن صراع أصبح للدنيا صراع أصبح من يخرج لرزقه يتوقع من زميله أن يغلبه وأن يأخذ قصة أوسع منه وغفلنا عن جانب مهم جداً في العقيدة أن الأمور والأرزاق مقدرة سلفاً بالنسبة لما ذكرت حضرتك في قضية الكبر والتواضع أنا أريد أن أقول أن المتكبر في الواقع ما عنده ثقة بنفسه هو إنسان مهزوز ولو هو عنده ثقة بما يملك من إمكانيات لا تواضع وخشع لكن هو يكمله فارغ فعاوز يتشبس بأي شيء أضف لذلك في التواضع لكن نظرة المجتمع فضلت الدكتور عمر لم تعد كذلك هم يرون أن صاحب الصوت العالي وهو المسيطر وهو من له القوة وعكس ذلك هو الضعيف وهو الذي لا يقوى على أخذ حقه يعني هل الميزان اختل بارك الله فيك هو البرنامج بتاعنا أصلاً والقناة المباركة بتاعتك بتركز على تدعيم الجانب الديني والجانب العقدي عند المسلم ومحولة معالجة الواقع نعم هو أصل القضية مهمة جداً أن سيدنا عمر يقول في هذا الباب لو لا الآخرة لكان خلافاً ما تروا وهو أنا معاكد بالواقع كده بس أنها عامل للناس بواقعهم ولا هعمل ربنا سبحانه وتعالى عند قضية مهمة في لا هو يقينا بنعمل ربنا سبحانه وتعالى بس بيصعب عليك سيدنا النبي يقول في هذا المعنى لا يكن أحدكم إمعه ما نفهمه دايماً أنه مليش رأي في الواقع الكلمة لها معنيان الإمع لها معنيان أما إن إنسان تابع لغيره أسلم عقله لغيره فيفعل ما يفعلون بمعنى رجل مثلاً رأي ضعيف فأسلم رأيه لأصدقائه فأصدقائه في يوم قالوا تعالى أن أم نصلي في أم نصلي معاه جزاهم الله خير تاني يوم قالوا تعالى نجيب بقى مخدر ونشرب وبتعدى أن نعيش حياتنا فأشرب معاه هو رجل أسلم عقله لغيره فسيدنا يقول لك لا هذا لا ينبغي أن يكون ألا يكون أحدكم إمعه إن أحسن الناس أحسنه وإن أساءه أساءنا ولكن إن أحسنوا أحسنه وإن أساءه ألا تضلي يعني هما في الصلاة أم نصلي طب تعالى نشرب مخدر لأتق الله هذا لا يجوز هذا على المال على البدن العافية وهكذا النوع الثاني من الإمعه هو مكافأة الناس بمعنى كثير منه وخاصة في الاجتماعيات تجد فلان جاره عنده مناسبة سأذهب لجاري وشاركه في المناسبة تجد يسأل زوجته أو يسأل أهله جرنا دا جلنا إمتى أعطانا إيه فإن جلنا فهنروح طيب ما جلنا شيئا أكبر دي ما كنت مش فاضي طيب جلنا بمبلغ كذا نعطي المبلغ هو دي سيدنا النبي يقول في هذا ليكن أحدكم إمعه بمعنى المجازاة يقول في لفظ أسرح يقول صلى الله وسلم وبرك عليه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه قفعها يعني قضيتنا جالي إمتى اداني إيه هو أنت كده بتكافء واجب عليك طيب هو قطعك عشان تصل بقى تصل أنت القاطع مش تصل الواصل هو جالك طبيعي دا أنت لو أنت ما عملت شيئا أنت قاطع فهو هذه مكافأة وليس الصلة فليكن أحدكم إمعه المعنى الثاني أنك تنظر إن أحسن الناس هم أقولي فأعطيهم احترموني فأحترمهم رفعوا قدري فأرفعهم طيب العكس وإن أساءوا أساءنا فسيد النبي قال لا واطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا فالمجتمع أنت بتتعامل في المجتمع والناس شايفة إن المتواضع ضعيف هذا لإخلاف الواقع وإن أقولت في البداية حديث سيدن النبي أن من تواضع لله رفعه سيحدث الله عز وجل أمور ويحدث الله عز وجل مواقف يرفعك رغم أنوفهم لأنه من كان عندك الحديث المشهور يعني في كلام سيدن النبي صلى الله وسلم وبرك عليه في معية الله عز وجل وصف معية الله فقال إذا كان الله عز وجل معك فمن تخاف وإذا كان عليك فمن ترجو يعني العبد إذا كان معه ربنا فهيخاف من وإذا كان ربنا عليه فمن يرجو أن يستعدي على ربنا سبحانه وتعالى فهي القضية في المجتمع أنا معاك أن أصبح فيه قصور لكن واجب ليس هذا مبر يعني أن جرف مع المنجرفين في التكبر والخيلاء بالباطل يعني يستمر الإنسان على مهوسد نبي لما يقول لك سيأتي عن ناس زمان الماسئ أو القابض على دينه القابض على الجمر من هذه المعانية هذا معنى من هذه المعانية لكن أنت تحاول تعمل الصح فتبدو متخلفا تحاول تؤثر التواضع الكبر فتبدو ضعيفا ولكنك يعني هذا لا يضرك لأن هي أنفاس والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون سيدنا الرسول الله يعني أضرب مثلا سريعا نختاما ختاما وبه على وجه السرعة نختم سيدنا الرسول الله في حفر الخندق وهو رسول الله ويعني رئيس الدولة بكل معنى الكلمة من معاني يعني رئيس ومخطط وهو القائد وهو الذي يوحى إليه ومع ذلك تقول الصحابة يقول جابر كان رسول الله يحمل الطرابة على كتفه حتى توارى بيض جلده عارف أنت ليشيل مرة أو اثنين أو عشر عمر جلده ميدارة لازم تشغل طول النهار عشان يبقى فيه طبقة أن الغبار تسطر جلدك عن الرأي فتوارى يعني تشغل شغلي بالجد والاجتهاد وما حد يشقول بقى النبي يشيل كده بقى النبي يعمل وسيدنا النهو صلى الله وسلم وبرك عليه الشاهد هو أن العبد حيلته التواضع وهو رأس ماله عند ربه وليعلم أن الكبرى وأن التجبر في الواقع نسأل الله سترة وسلامة هو مهلك ومفني لحسنات العب نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كريم الخصال إنه جل وعلا على كل شيء قدير وجزاكم الله خيراً بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عمر الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية وجزاكم الله خيراً على هذا النهل الكبير من علوم ديننا الحنيف والشكر موصول أيضاً لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الجندي من علماء وزارة الأوقاف المصرية بارك الله فيكم ونفع الله بكم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو محور هذه الحلقة والتي كانت بعنوان التواضع صلوات ربي وسلامه عليه على كل هذا التراث والميراث من هذه الأخلاق التي أورثنا إياها نحن أمته التي يشفع لها عند رب العالمين والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستحق أن نكون كذلك إن شاء الله وصلنا معاً إلى ختام هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي وإلى لقاء آخر يتجدد بعون الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته